انت عارف فيديوهات اليوتيوب شورتز دي? انستجرام رييلز فيديوهات التيك توك الفيديوهات دي بتجيب ملايين المشاهدات دلوقتي واحسن حاجة انها مش صعبة في التنفيذ. فيه قنوات على يوتيوب زادت من صفر المتين الف ومشترك في خمس شهور فاس. لان الفيديوهات دي ممتعة جدا للمشاهدة. وفي الفيديو ده انا هعلمك خطوة بخطوة ازاي تعمل الفيديوهات الفيرل دي باستخدام موقع واحد فاس. والموقع ده هيغير طريق تقبي صناعة المحتوى تماما. عاوز اقول لك ان في مسابقة في الفيديو ده والجاهزة هتكون حسابات كامفا برو وهيفوز معنا تلات مشتركين بشهور تتجاوب على تلات اسئلة هيزهروا اثناء الفيديو وتكتب الاجابات واربعد في تعليق واحد والمسابقة مدتها اسبوع من اول يوم لنشر الفيديو. وهو السؤال معنا في المسابقة ما هي عاصمة نصر? الموقع اللي هنستخدمه النهاردة هو موقع كليب وايس. عشان تفتح الموقع هتضغط على الرابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو. او لو رحت على جوجل وكتبت كليب وايس هيفتح معاك هنا اول رابط هتضغط عليه هيفتح معاك الصفحة الرئيسية بالشكل ده. الموقع ده متخصص في ان هو يحول القصص الخاصة بك لفيديوهات كثيرة. تقدر تستخدمها كشورتس او كريلز او كفيديوهات على تيك توك. ودي امثلة لبعض الفيديوهات اللي تم انشاءها باستخدام الموقع. عارف ان انت هتقول ان انا شرحت الموقع قبل كده ولكن عايز اقول لك ان الموقع في المرة اللي انا شرحت فيها قبل كده ما كانش بيدعم اللغة العربية. كزيك الامر تم اضافة ادوات احترافية جدا للموقع وده اللي احنا هنشرحه مع بعض النهار. علشان تستخدم الموقع لازم تكون مسجل حساب. لو انت مسجل حساب هيفتح معاك على طول. لو مش مسجل يبقى هتضغط على هيحولك على الصفحة دي. المتاح لك ان انت تسجل حساب فقط باستخدام جوجل. هتضغط على هتختار الحساب الخاص بيك. وتلقائيا هيعمل لك حساب وتقدر تستخدم الموقع بشكل مجاني. لان هو هنا بيديك ستمائة كوينز يتقدر تستخدمهم في عمل فيديوهات احترافية. ولكن انا عايز اقول لك ان في نفس الوقت ان الموقع مش مجاني. ولو انت جربت وعجبك بعد كده هتضطر ان انت تشتري فيك. السؤال التاني في المسابقة بيقول ما هي اللغة الرسمية للبرازيل? علشان تبدأ تعمل فيديوهات هيظهر لك الوجهة دي. هتلاحز هنا على الشمال فيه هنا اللغة. طبعا قبل كده كان متاح فقط اللغة الانجلزية ولكن دلوقتي اصبح عندك اكتر من اللغة. انا هختار اللغة العربية. وهاجي هنا هختار نوع الفيديو. عندك وبتقدر تحدد فيه المدة اللي انت عايزها واللي مش بيزيد عن دقيقة. لكن بيختار للسانية اتنين كريدت. اما بالنسبة للساندرد فبيختار واحد كريدت فقط. ولكن بيبقى يعني هو اللي بيحدد المدة زي ما هو عاوز. وبرضو مش بتزيد عن دقيقة. بس انا هختار لان هو كده كده مش هيزود عن الدقيقة. وكده كده هيختار مدة اقالية من دقيقة. هنيجي هنا نكتب النص اللي احنا عايزين نعمله. مثلا هاجي هنا هقول له قصة غامضة مثيرة. وبعد كده هروح عشان اختار السيم الخاص به. هتلاحز هنا ان فيه اكتر من شكل ممكن تختاره. ولو ضغط على هيجيب لك كل المتاحة. وكمان تقدر ان انت تحدد نوع الفيديو اللي انت هتعمله. مثلا لو انت عايز مثلا فيديو فيديو دارك فيديو هابي على حسب اللي انت هتختاره هيجيب لك المتاحة لي. لو انت اختارت اي موضل من هنا سواء من هنا او من اللي برا هيزهر معاك برا بالشكل ده. انا مثلا حابب ان انا اختار وبعد كده هضغط على عشان يحولني على الصفحة اللي بعد كده. هنا بقى هيجي يقول لك اختار هنا الصوت اللي انت عايزه. عندك صوت بنات وصوت رجالة ممكن تختار الصوت اللي نسبك. لو ضغط على فيه اقول هيجيب لك هنا المتاح برضو. انا مسلا عاجبني ان انا اختار الصوت زي ده. ولو عاستيسمعه هتضغط على العلامة دي عشان تسمعه. وبعد كده هترجع هتنزل بعد كده للادا الجديدة اللي اضافها الموقع ودي اداة حلوة. واعتقد ان الموقع هيطور بعد كده كمان. وهي اداة الافاتار. تقدر ان انت دلوقتي تضيف افاتار للفيديو بتاعك يشرح لك الكلام اصلا اللي بيتقارى على الشاشة. يعني هيبان كأن هو اللي بيقره وهيبان كده كأن هو اللي بيقدم لك الفيديو. سواء مسلا الصوت بنت فانت عندك صور بنات سواء صوت ولد فانت عندك صور ولاد. مسلا اختار الولد ده. ويبقى انا كده اختارت كمان الصوت الولد. وبعد كده هنزل تحت هتلعز هنا انه ظاهر لك هنا. اول حاجة قالك ان الفيديو ده هيبقى مديوت اربعة واشرين ثانية. وعندك كمان هنا جايب لك الصور الخاصة بالفيديو. ممكن انت هنا تعدل على الصور ديت لو انت مسلا روح تضغط على اي صورة من الصور دي. اطلعز هنا ان هو جايب لك هنا الخاص بالصورة. لو ضغطت على هيعملك للصورة فيعملك صورة تانية. واصلا انت ممكن تحمل اي صورة من عندك. يعني لو ضغطت على ممكن تحمل اي صورة من عندك من على الجهاز وتضيفها للصور اللي هنا. ودي طبعا ميزة جميلة جدا. كذلك الامر بالنسبة لو انت مثلا حابب تعدل اي حاجة في تقدر تعدلها او تكتب اي حاجة انت عايزها او تشيل الكلام ده وتحطه كلام غيره زي ما انت عاوز. كل ده متاح ان انت تعدله في هنا في لكل صورة ظهرة هنا. كمان لو انت مثلا حاسس ان هنا عدد الصور قليل او عدد قليل تقدر ان انت تعمل وتضيف اكتر. ازاي? لو جيت هنا مثلا في تقدر تكمل تفاصيل اللي انت عاوزها. او انك كمان لو عايز صورة ممكن تعمل وتختار اي صورة من عندك. وبعد كده تحط الاسكريبت اصبح عندك في زيادات. مش عايز فانت هتعمل علامة وخلاص كده هو هيكتفي فقط باللي انت اخترته. وبعد كده هتضغط على عشان يحولك للصفحة اللي بعد كده. والسؤال التالت المسابقة بيقول ما هو الحيوان اللي يلقب بسفينة الصحراء? بعد كده هتيجي لو انت خلاص زباط الاعداد بتاعتك. هيجي بعد كده اقول لك هل انت محتاج تضيف صوت للفيديو بتاعك? لو انت محتاج صوت كموسيقى فانت ممكن هنا تختار اي موسيقى اللي تظهر معك هنا. او كمان تقدر تضغط على فيو اول فهيزهر لك اكتر من موسيقى تقدر تسمعها قبل ما تستخدمها. لو ضغطت مسلا على العلامة دي هيشغل هذا. او ممكن نسمع حاجة تانية. ودي طبعا بتختارها على حسب نوع الكصة اللي انت عملها او الفيديو اللي انت عمله. وقدم هنا بيبقى ظاهر معك هنا موسيقى تقدر تستخدمها لو لقيتها ان هي مناسبة لك. ما انتش عايز فانت تقدر تضغط على فبالتالي مش هيبقى عندك موسيقى في الخلف هنا. وهنا طبعا هتلاحز في الفيديو لو احنا مشغالينه ان هنا الكلام هزهر في النص وده طبعا الشكل المناسب لظهور الكلام. وخصوصا في فيديوهات او في فيديوهات اللي هي زي دي. وعندك هنا الشخصية للافاتار ظاهرة هنا هو بيقرأ او بينطق الكلام اللي احنا كتبناه له في السكريبت. فبصراحة الشكل العام كويس. لكن هتلاحز هنا ان فيه نار ظاهرة في الفيديو. النار دي بتبقى عبارة عن مؤثر باسمه فيديو اوورلي. وهنا مسلا ده تصميم النار وده فيه تصميمات تانية ممكن تختار اللي نسبك. لو حسيت ان ده اقوي ممكن مسلا تختار حاجة اخف شوية. او مسلا حاجة زي البرق ده. او حاجات زي دي. او لو انت ما انتش عايز خالص هتضغط على فبالتالي هيبقى فقط هنا الصورة غمضة. لكن انا ممكن اضيف مسلا هو ده هتبقى شكلها لازل شوية. كمان عندك هنا ده خاص بالكلام اللي بيزهر لك في الصور. مسلا عندك هنا انت محتاج النوع الخط ايه? فممكن تختار نوع الخط زي ما انت عاوز. اي ان كان نوع الخط اللي هتستخدمه هو اللي هيزهر عندك هنا. كمان لون الخط. لو انت مسلا عايز تغير لون الخط. لون لون اصفر مسلا. فلما تيجي تستخدمه بعد كده او تشغل الفيديو هيزهر معك بالشكل اللي انت اخترته. او بتزبط بعد كده في الاعدادات. فده لو انت حابب تتحكم في وبعد كده هنخش على اخر مرحلة. وهي مرحلة اللي هيوصل بعد كده ان هو هيعمل لنا او الخاص بالفيديو. كده احنا زبطنا كل الاعدادات. ودلوقتي هو بيعمل لك للفيديو عشان يعمل لك اخراج لي. وهيزهر قدامك الفيديو دلوقتي بشكله النهائي. بعد كده هيزهر لك الفيديو بعد ما خلص تقدر انت تشغله وتشوف النتيجة النهائية لو ضغطت كده هيزهر معك بالشكل ده. انت مستعد لقصة غامضة تأخذ انفاسك. في هذه القصة سنكشف عن اسرار مخفية تطارد الجميع. استعد وانطلق برحلة غامضة. في بلدة نائية وجد كتاب قديم يتحدث عن احداث غامضة. يتنافس السكان لتفسير اسراره. لكن من يخفى وراء تلك الصفحات العتيقة. ثم جاء غريب لجمع الادلة. هل هو من يخفي الحقيقة ام ضحية لهذه الاسرار. اهمية الاختيار والجشع كانت تسيطر على الاجواء المظلمة. ليلا تجمعت مجموعة من الشباب امام المنزل المهجور. تحدوا بعضهم البعض للدخول. لكن كانوا يجهلون المخاطر التي ستنتظرهم. داخل المنزل اكتشفوا صورا قديمة تظهر امورا غامضة حدثت في الماضي. كل صورة تخبر حكاية. وكل حكاية تحمل هما خفيا. تنتهي القصة بتساؤل ماذا يفعلون بعد اكتشافهم الحقائق. هل يتحدثون ام يضرمون النار في كل ما عرفوه. شارك رأيك في التعليقات. في الحقيقة عجبني جدا الصوت بيقرب بشكل كويس جدا. واحداث ماشية بشكل كويس اللي انتقلت اللي في الفيديو حلوة. وظهور الافتار برضو كويس. طبعا انت عندك الحرية ان انت تحط الافتار او لا. كمان انت عندك دلوقات اختيارين. لو خلاص الفيديو عجبك تقدر تعمل دونلود الفيديو. ولو انت مثلا عايز تعمل ايدت للفيديو هتضغط على ايدت عشان يحولك على الصفحة الخاصة بيقى التعديل. تعال نجرب كده نضغط على ايدت. هيرجعنا هنا تاني للصفحة دي اللي تقدر فيها تعديل اي حاجة انت عايزة. ولكن فقط اللي ممكن تعديله هو انك ممكن تضيف موسيقى. او تعدل على الكلام او تعدل على الفيديو. كمان عندك هنا حاجة اسمها ترانزيشن ساواند. ودي لو انت مثلا ما انتش عاوز يظهر صوت في الانتقالات. لكن اعتقد ان دي بتبقى احسن لو موجود صوت. بصراحة تقييم الموقع ان الموقع رائع جدا لان يستخدمه سهل جدا جدا. تقدر بكل بساطة ان انت تنشئ محتوى فيديوهات كثيرة سواء باللغة الانجليزية سواء باللغة العربية سواء باللغة الفرنسية. والموقع بيتطور يوم بعد يوم وبيعمل حاجات سهلة وبسيطة. كمان بيعتمد كمان هو في الاخر الفيديوهات يعمل لك سؤال بحيس يحصل تفاعل مع المشاهدين. اللي من خلاله بيخلي الفيديوهات تنتشر اكتر على المنصات. طبعا لو انت حابب تشترك في الموقع فلو انت ضغط على العلامة دي هيحولك على خطة الدفع. هتلاقي عندك اكتر من خطة الدفع. لو انت بتشترك شهريا فخطة الدفع بتبدأ من خمسة وعشرين دولار شهريا واللي هنا بتقدر تعمل حاد اربعين فيديو في الشهر. لو عايز تعمل اكتر وطبعا اربعين ده فيديو ده كتير جدا. يعني انت لو هتعمل فيديو كل يوم على على اعتقد هيبقى كويس جدا. بس لو انت عايز هتعمل اكتر بمعادل فيديونا في اليوم فلو انت اشترك بتبقي تسعة وبر leak shahريا فممكن توصل لتمانيين فيديو شهريا اشتركت بتسعة وسبعين دولار شهريا فممكن تعمل لحد مية خمسة وعشرين فيديو شهريا وهنا طبعا الاشتراك السانوي لو انت بتشترك السانوي فطبعا بيعملك تخفيض يعني بدلا ما خمسة وعشرين في الشهر هيبقى عشرين في الشهر فقط وكزيك الامر في الاشتراك اللي هو تسعة موقع لانتاج فيديوهات احترافية نقدر نستخدمها كفيديوهات او فيديوهات او فيديوهات تيك توك ونعمل محتوى احترافي سواء باللغة العربية او باي لغة تانية. اتمنى تكون استفدت من الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة فعل زي الجرس علشان شوف كل فيديوهاتنا وما تنساش ترد على الاسئلة في التعليقات علشان تكون واحد من الفائزين التلاتة معنا في مسابقة النهاردة. وفي النهاية السلام عليكم.